خليفة نايل المشارك ببرنامج كشف المواهب النغم ديزاد عبر قناة النهار خليفة نايل المتوجد معي بالبلاتو مرحبا بك معنا السلامة مرحبا بكم فيما ثانيا عندي وانا ثانيا عني عندكم ودركي جورج نحق عشبية جاكم بالقندورة كفاهمة بعرضين اليوم نحيط القشارك بالقندورة على عادي بالقندورة بعرضين ولا بد الحاجة هذه نشكر هي نغم ديزاد ونشكر قانة النهار اللي خلقتنا هذه الحاجة داروها اصلا هي ثقافية موروثية حاجة كل واحد لا جاينا من كل اغطاب جاينا من شطيف من اضرار من تلمسان يعني الحاجة اللي خليتني نزيد نتأكد باللي فيها التوراث عنها حبيت نشارك بالقشبية وحبيت ندير جو تشغل جو فكاهي بما انك انت صانع عبر موقع تيك توك صانع محتوى ماليش نعودو نقول له لهذا الشيح كينا اولا كيف تم قبولك للمشاركة في برنامج المواهب نغم ديزاد وكيف يعني جاتك الفكرة انك تبعط الفيديو ديالك وتشارك في هاد الحصة هي يقول لك إلا متشكر الناس فلا ناس لك أنا عندي صديق اسمته طهر هو اللي حبي ينسيستيني بهن شارك بعطلهم الفيديو اكتبته وبعثوا لي انبيطاسيو ويكي بعثوا لي انبيطاسيو حبيت ان شارك ايا رحت كي رحت حبي ثاني كينا الحاج ثميتين أنا قلت نشارك نشارك وراح نتبث معلي اغاني البسقة شابيتي بهنوالي معدود من قشي يوم الناسي كي الحاج ثميتين شافوني بالهندام قالوا لي احكينا على ذاك الهندام حبيت نحكي لهم كيت لهم عقاشبية باللي وابري باللي اخدمة بالخلالة مضربة بالمغزل واحلى سلام لزيجات اليوم راح عاشورة حاجها هاي واح عطيتهم نكهة رجعتوا الأستاذ حميد ورجعتوا بلاك بربعي سناء أستاذة ساميرة كيف كيف أستاذ جام حبوا شافوا فيها واحدة البذرة ما قدروا ليش سمحوا فيها ما قدروا يخلوني حتى نعطاه للنعم تخلت الأكاديمية تكونت ثقافيا تكونت شغل الحب ويمدوا لي أم فرصة خلوها عدهم الحمد لله يعني الإنسان اللي بقدرة الإله خليني ينفوت بها الإنسان هذا يبان وش يبان يبان مورد الثقافي يبان الحاجات تاعه والجزيرة هقارة يعني كل البلاد ورط علىها كل البلاد ورط علىها كل البلاد بقعشها كل البلاد بالهاي أبتاعة أنت في المشاركة ديالك ببرنامج نغم ديزاد يعني في مرحلة التصفيات كنت قدمت وكنت أديت أغنيتين اللولة أغنيات أغنيات لنصف زيتون قدمتها أنها أغنيات جوجوات المواقع كل واحد منها لك صح غنيات مغنية عشرة من الناس يعني أنت تضيغى على هذا الإنسان اللي غنىها أكيد نعم آيوة نعم وبعدها أديت أغنية في طابع النيلي بما أنك أنت من جلفة هذه كنو مزيل وبصحرها جاية طابعا أنها قدمتها بالصحر بعد بعد أن تعلمت كمحلة التصفيات كانوا حابين يسمعوك بصوت آخر بأداء آخر وكنت قدمت أغنية في النيلي في النيلي نعم هل تشوف أنه ربما أغنية أغنية التي قدمتها في النيلي هي التي خلتك أنك تمر المرحلة باين هذا أخبار يقول لك مرحبايا لجيت قصد مرسمنا وهذا برولاد نيل رحباك منذ الساعة راكي واحد منه كون زنداء وكون قادر عليها إنسان ما يبدلش عليها حبوا يكشبتوني بني يجيتهم طبيعتي طبيعة إنساني هاد شي خلاوني نانسيستي عليهم خلاوني ما كشف خلت الصورة تاعي عندهم يعني ما كش من أبا يخلوني نروح وشابوا فيها بدرة اعتمثيل بدرة اعغيناء يعني أنا الحمد لله يعني وانت يعني كي مزاف ناس اللي مالهم شنو ربما اللي شافوك عبر عبر شاشة قناة النهار ناس كبار اللي ماشي موالفين يشوفوا تيك توك ومنون قولوا لهم إنه نايل خليفة هو معروف عبر موقع تواصل الاجتماعي عرفوني هم قبل قشبية بالقشبية احكي لنا احكي لنا كخالق يعني صانع محتوى كيفاش وشارك تقدم اولا عبر موقعات تيك توك اول حاجة نقدم فيها نفي المواقع خاصة تيك توك انستجرام قدم في النصيحة خشي لا خير في أمتي لا يتنصحون قدم في النصيحة مثل اللي اللي عزيت إليهم الناش كي نحكي الوالدين ثم يقول لك يا اموحشك عيالي كل ليلة صهران يعني الام هذي رها نعمة وعطيها لنا ربي باب من أبواب الجنة فيما نحكي أنا على الام خشي لك تروع لي كموك وش من دار تلمك ماذا بي أنا كين كون تقولي هلو عينك في عينه ولا مريحة معها في قهوة طاب لي يزعف منك يقول لك فا تعرف خير مني تعرف وكي يكون مريح وحده وجاب التليفون يقدر يسمعك تولي تحكي معها عن طريق الروح تليفون يشد لك بلك قادر يتغير الأم تاعة وقادر يتغير الأب تاعة وقادر يقدر نوصو فيهم على عاداتنا نوصو فيهم على تقاليدنا نوصو فيهم على كدر خشتين يشوفوا في الجيل اللي راح جاي يعني الإنسان لا بد يفهموا باللي راح طاولة الحق وباللي راح الفلاقة تقوي المخ انتهي كنت فقط الأم الوالدة الله يرحمها عندك عامين وتشوف أنه ربما هل هو حلم الأم الوالدة هي الأم كانت كتمنين ذك تقولها لي كخاصتين كني نلبس القندر عربي في سخري تقول لي ودي غمت ما تخرش نقولها عليها تقول لي ودي شوفوك بها كان عندها قعوينة واحدة كنت قلت أنا برك وبعدها تحقق الحلم في أن نشارك وتقدرت جاءت مع بعضها وشاركت بس هنا المواقع التواصل الاجتماعي من بكري شغل ممكن الناس تشد لي الناس تحب تحكي لي كي الناس حتى اللي تكون عندها مشاكل يجيني ويقول لي أنا ودي رأى عندي هذه الحكاية دبر عليها أشتي عليها الراية رأى قدام كل شي طيب أنت مارست الغناء ومارست التمثيل كذلك حبينا أن أعرف دراسة أو المشوار الدراسي ديال نايل الخليفة المشوار الدراسي أنا خريج مع أحد محروقات قريت ما شاء الله تقريت ربع سنين وأخرج مساعد ممرض فرملي كون دكتور تطرابو الصح الحالية الخدمة اللي رأني فيها والمارست فيها هي النعزاء والعلوش كي أن اللي يفهمها موال كي اللي يفهمها سرح الأزواج وكل واحد كيف الاختيار ديالك اي الاختيار كيف حتى اخترت ربما أنك تدخل في عالم مواقع التواصل الاجتماعي وبعدها تشارك في برنامج المواهب الفني نغم ديزاد لماذا هذا التوجه ولماذا هذا هي صراحة نحكو صراحة حقا نعم صراحة أنا شفت في المواقع التواصل الاجتماعي كي الناس داخل يشطع مسحة أنا ندخل قشتي وقشبيتي وعروبتي وعروبتي ما كيف فعلها نسحة يعني حبيت نبدأ أفكار حبيت نبدأ حواج اللي نقدر بها حتى أنك تمارس مهنة مهنة واحدة أخرى مهنتها مساعد أو ممرض مساعد طبيب أو ممرض قدرتها على حاجة قانونية حاجة أقري وكانت دخينتي في الطريق لآخر طلبية ميش كما طلبية كما واحد عنده مقارب ميش كما واحد ما على هيداك شي درتها علىها كنت نشوف أنا مالله يرحمها في اللي كنوط عليها سطر كوانجتين فرملي نقدر نبيكيها قاعدت تدور في رصيح أي درتها كدرتها واللي تنعون واللي تنجير فيها هكذا كنيواجه الله وهذه النصائح كلها تقدمها ربما عبر موقع توصل الاجتماع نقدمها كينواجه عشت كينواجه تقدمها يقول لك الخير هذا خير الناش الدول يعني ماذا بنا الخير اللي ندير وحنا ما نبثوه الله بيبقى مكتوب ما ما نبثوه طيب صراحة صراحة خليفة نايل لما شاركت في ناغم دي في برنامج مواهب ناغم دي هل تشوف نفسك أنك حقيقة عندك صوت وهاول في فن الغناء أنا شاف في أكثر حاجة شاف في وبالك أعطاول ها تخطيط هي التمثيل كيف خلت لهم غيرت لهم بلاطو من بلاطو غناء من بلاطو ضحك بلاطو ترفيه تقلبت الصورة اللي كانوا يخزروا فيها رجعت من بعد عود كيقلعت القشبية رجعت رجعت في مود وحدة أخر رجعت للغناء حبيت نسماعهم باللي يودي راني غادر قادر من وقادر من حبيت تعطوني في راني هنا حبيت تعطوني الفرصة جميل نعم هل تشوف أنه شباب اليوم خاصة في ولايات ربما الولايات الداخلية تفقد لهذا النوع من من البرامج ما يشتفقد من هذا النوع ما كانش اللي يحركها هي كلش متوفر كلش كاين وش قصدك بالصح مكنش اللي يقدر يكون موفر لهذا الحدث يعني بها واحد ينظم وكذا هي التنظيم ساهل كلش كاي بصح باي جي واحد فكرة عنده باي نظم قال مثل نظم حاجة نخدموها حاجة نخرجوها حاجة كذا جي شوية صعبة هذه بصح كي رحب الحكاييات سير كي منغامض يزاد إن شاء الله يكون برنامج صح يخرجوا منه نجم جديد ينزد على الأستاذ أمين دهان أستاذ بمعنى الكلمة أستاذ جام أستاذ حميد أستاذ سامينة يعني نوجه لهم ثاني تحية الفيبريك اللي كان في ميتين ناس ثاني شباب أكفاء إن شاء الله عليهم أنا نخلطهم من جماعة الدكور من جماعة كفامنية جماعة التونسي يعطينا حكيت لا يرحموا لأنه فقط المشاهدين معنا بلهم شوش ينخلف كواليس التونسي هذا مات عنده ذركية عنده تقريبان شهر من اللي مات مات إنسان إنسان حبني شايف هذك تحب بدون مصالحة شابين تحب بدون المقابل أنا هذاك المخرج التونسي وكان يقول لي كلمة اللي قال هالي آخر كلمة قال لي ترى قلبك زين أنا يعطيك لحسي بقلبك والله يرحم لك الوالدة وقعد هذاك الفيديو عندي ومصور معاه وكان يقول لي كين يدخلوا الأكاديمي يقول لي نايل نايل يقولوا نايل 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 هو مخرج البرنامج مخرج البرنامج اللي اللي فقدات أكيد التقم الفن البرنامج النغم ديزاد أكيد نترحم عليه خليفة نايل طيب لو كانت لك فرصة أخرى في هذا المسابقة وتغني أغنية أو ربما تخير أغنية وش من غنية تغنيها وفي من وكان يحبوا يقولوا لي يقولوا لي وش تغني في طابع اللي تميل لي وش من طابع اللي تخيره أنا نميل طابع طابع اللي يكون فيه القول نعم فيه القول كان المثال كما يقولها يقول لك شاب راسي دروك تبيض اللحية ويا سقري ما تلعنا في سقر مقام سقري كلها ضع مبين دي وحد كبض كويل لمشي كيل منام ما وجد تأوين الده معايا ولا سبك تأوين القهل قدام يعني كلمات فيهم حكم وفيهم مغزل بس أما الأغاني أنا من الشرقي من النائل حبيتك تغني أغنية هنا في الحين الكابيلا اللي راه في بالك الآن ولمن راح توجه هاد الأغنية ما هي نجه ما عنديش بالصح الأغنية خمم منك أغنية في النيل ربما أو في طابع آخر تشوف أنك متمكن فيه هي على كل حال نقدر نجرب وبه نتمكن يلا أيها ينا قلبي مهنت وعيات وما صبت عليه ما خافت ربي وعلاه مهنت وما خلات هذا رايو وين الده الحال ما عنين الحال سيدي عني ضاق الحال الحال ما عنين الحال خلوني يرتح البال هذه في طابع النيني أما في طابع نشمع اليمني يمني نشمع وبدنك هتعنا حبيبي أنت وينك من زمان أنا قلبي مراعي لك سنين حبيبي أنت وينك من زمان أنا قلبي مراعي لك سنين وحبك أنت جنني جنان وخلاني أمير العاشقين وربي أنت وربي أنت وستحال وريد أنت يا من الخيف حبيبي أنت وينك من زمان مشاء الله هناك هناك مواحب نغم ديزاد ورح توجهت لمراحل أخرى مراحل متقدمة من بران من برام من برام من برام نحكي من خلوها تنقل هذا تنقل نعم نعم من تنقل أنت نعم حسنا في المراحل المتقدمة قلبي سنين كواليس سنين كواليس عيشون الحمد الله سنين سنين صراحة من دوام من قذام من أمور من طب يعني الإنسان هذا جابونا من كل الفرق جابونا اللي تحلم هذه اللافا وسموها ماداما كاميليا جابونا الأستاذ من تيار الثانية يخدم العود يفهم فينا في الموسيقى يفهم فينا أستاذ دائمين دهاني يفهم فينا في الله وفي الطالع وأنا شفق لهذه التعليمات وهذه الخانات ما كنتش داغلها خاشتي كنت جابت علىها كنت قي براصم فيها التعليم كذلك يعني هما خلونا فرصة اللي نعرفوا الفل وتراث بلادنا بيننا حاجة من تراث بلادنا نضربوا عليها أكيد أحكينا على الاحتكاك اللي متواجد بما أنه في الأكاديمي يعني حطوكم كامل في الأكاديمي ويعني كل مشارك كل متسابق جاء من ولاية من ولايات الوطن وأكيد تراثنا الله يبارك ما شاء الله الجزائر الله يحفظها إن شاء الله يا رب الجزائر أكيد تنعم بتراث غني جدا 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 أكيد نحن نعرف خليفة نايل كيف كان احتكاك ما بين متسابقين والمشاركين في الأكاديمي هي والله ما نقولوش احتكاك ونقولو رحمة ومودة كان جامعتنا الرحمة والمودة كانوا قاعتين مش جملين على كفاهما مش جملين فيه في حاجة راح نحبينا نخيرو نجم جديدين زيت من بيناتنا نروح نمشو بروح الجماعة بها نخرجوا واحد الناس كانوا معنا من ذمهتين من أضرار من تيبازة من شطيف من كلمسان من بجاية الناس بجاية ثانية يقولهم أزول في اللون الناس تيزيوزوا يعني كانوا قاعة معنا كنا قاعتين نظامين وقاعة متساملين هل تشوف روحك ربما في أحد البرايمات تتغني بالقبائلية؟ بلا شغلنا فهم الإقاع وفهم الصحي الكلمات يجب أن ندوم عليهم أحلى سلام عليهم أكيد نسلم عليهم شكرا لك خليفة نايل أكيد بالتوفيق في المراحل المقبلة من برنامج ناغم دي زاد إن شاء الله نشوفوك في الفينال لماذا؟ بلا في الفينال إن شاء الله وهذه الدنيا تشوف روحك في الفينال؟ باينة هل إن شاء الله شكرا لك خليفة نايل ونسن وعلى ناس الجلفة هذا خبار من الطرف للطرف من القماطة لكرافاتة من الكبير للسقير حتى اللي يحبوا الحسير ونقولهم الله يلطفنا من بعضنا ونحن رأينا ديما نقولوها مرحبا يلي قزية قاسد مرسمنا وهذا برولادنا يرحب فيك منذ الساعة راكي واحد مننا عندك موهبة أخرى وما تتعز حاجة ما تغلع لك بصح كون ملزندة أكيد عندك موهبة أخرى كذلك في الشهر عندك موهبة أخرى كذلك في الشهر الحمد لله ناكن نخرجون للحسيدة ونخرجون لكذا وعدنا ناس شوي خات نقعدوا معهم يفهمونه ويعطونا الحكم واخذوا حكمتهم من أفواه المجانين أكيد أكيد شكرا لك خليفة نايل على كل هالتفاصيل موافقة بحول الله مشاهدنا لك